رغم مرور ثلاثة أيام على حديثة انهيار التربة على مستوى ورشة بناء للتعاونية الوفاء الخاصة بحيلة كونكورد ببئر موراد رايس بأعلى العاصمة التي رحض ضحيتها الطفل على الدين صاحب العشر سنوات لم يظهر أثر للمقاول ولا لملاك التعاونية حتى لتقديم واجب العزاء على الأقل لعائلتي عبدالدايم وبخصوص تطورات قضية الانهيار الأرضي وهوية صاحب المشروع رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر موراد رايس الإدلاء بأي تصريح في حين أكد ولد الضحية عدم تنازله عن حقه معلنا أنه سيتقدم بشكوى أمام الجهات القضائية وقد آثر هذا الحادث استياءا كبيرا لأبناء حيلة كونكورد خاصة بعد تحذيراتهم للسلطات المحلية من وقوع كارثة لكن المقاول وصل الأشغال دون اكتراته للمخاطر واتقاده لقواعد السلامة في مواقع ورشاة البناء حسب قولهم